يمكن من أكتر الحاجات اللي بنسمع عنها مؤخراً إن الشخص مننا يبقى حاسس إن فيه حد بيرقبه وبيعرف كرة تحركاته حصلت معاكي؟ يعني الصراحة خليل أنا التليفوني محصن جداً وما بعتقد أنه ممكن حدا يقدر يخترفه خطف خزنا ولا أملا إيه؟ ما بتعرف سر المهنة ما أحكي لك بصك معاهم الموضوع سهل جداً يعني خصوصاً لمستخدمي الأندرويد اللي زي حالاتي فيه خطوات بسيطة جداً لو عملتها يعني أوعدكم محدش يقدر يوصل لك ولا يعرف إنت فين خلينا بس نشوف مع بعض الأول شكك إن جهازك مترائب ومش لاقي حل؟ لو بتستخدم أندرويد احضر الفيديو ده لو عاوز يجيلك تنبيه على موبايلك إن الجهاز مترائب اعمل الخطوات دي معايا أول شي نروح على سيتنجز نختار سيفتي أن امرجنسي بعدها أنون تراكير ألرتز بعدين ألاو ألرتز هيطلع لك أوبشن ماني والسكان ونضغط سكان ناو لو بان عندك أي جهاز بعد ما عملت سكان فيه اختيار هيطلع لك اسمه بلاي ساوند لو ضغط عليه هيطلع لك صوت على الجهاز اللي بيه رأبك تخيلوا يلا طعالوا الخاصية وشوفوا بنفسكم خليك أفضيت يعني تابعنا مع بعض كل هاي التفاصيل لهيك معانا هلأ شخصية مونة خاطر مهندسة تقنية معلومات أهلاً فيك مرحبا فيك أهلي لو تشوفي خليل قديك كان كتير الآن بهذا الموضوع بما أنه بيستخدم الأندرويد شو تفاصل القصة هاي شوفوا الأول قبل ما نعرف فكرة إزاي تراكينج بيتم خلينا نتكلم عن قطعة اسمها سمارت تاج أو إير تاج دي من سامسونج ودي من أبل ما تشتروها هايش هي الطبيعة أننا مفروض نستخدمها لحاجات بسيطة يعني مثلاً حيوان أليف بتنسى دايماً فيه مفتاح عربيتك مثلاً فيه ناس عندها هوس أنها تتابع شنطها وصلت ولا لأ لكن ما تحطهاش في جيب جوزك أي طبعاً هنيجي بعلي النقطة دي سيماسة أنت هني اعتبر إن سوها هي مراتك وهي عادة وتتربعك أوكي ده مالك السفاي لازم نعمل بلان دلوقتي ماشي سوها رح يتحطها في شنطة سفرك أوكي طيب القطعة دي مفروض إنها بتشغل عن طريق البلوتوز بس على مدار مئة وعشين متر حلو يعني ما فيش option إنها تشتغل على مسافات طويلة لو أنت سفيتك لازم أضلي اللحقته لا الشريحة تبقى لزقة معي ده الحل مش شريحة هي مجرد ما أنت بتفتح البلوتوز بأي مكان تاني الشريحة تبدأ تفعيلها هناك نفترض إن أنت وصلت رحت من السعودية للإمارات مثلا حلو وبعدين رحت أنت جاي هنا فاتح البلوتوز القطعة سعيدة بتدفعها بيجي نوتيفيكيشن للسوها فين اللوكيشن طبعك حلو وبيقدر كمان يبقى فيه ما بيقدر يعرف من خلالها هيو كمان يس طب أنا رح لها أحسن اعترف مرة تانية والله أنا رح لها أحسن طب أنت بقى شيكيك أن هي بترقبك أعمل إيه أستنى كيف هو بديلقب نفسه بمي لأ والله نعملها إزاي يعني افتح معي السيتينغ أوكي هفتح معك السيتينغ حريص أيوة يلا يا فانديم فتحنا السيتينغ ادخل على السيفتي أند إميرجنسي أوكي انزل تحت لحد ما تلاقيها على إيه السيفتي أند إميرجنسي أوكي طب استنى أنا جي جنبك بضبط خليل ساعدك خلينا آه آه أزاي كمون أخلي التليفونه في إيد أمينة أيوة أترك الأندرو دي خلينا خفحنا كيف قاعدة متاحة مع ضرش مخلص كل واحد بيستخدمها بيبقى لي خصاص فيها السيفتي أند إميرجنسي أوكي هنختار تحت أنون تراكل أرد هلو طيب انت مفروض أول حاجة تكون مفعل البلوتوث بنشيك انت نفعلها أوردي هنسترع عليك بسرعة أوكي يعني مونة خلينا عشان المشاهدين معا بيشوفوا السكريم معانا بنحكي أول شي بنفاعل البلوتوث ندخل على السيتنينز أو الإعدادات على السيفتي أو إميرجنسي وبعدها بعدها بندخل على كلمة أنون تراكير ألرت حلو بعدين بنعمل حاجة اسمها اسكان اسكان آه مجرد ما بتعمل اسكان ناو بيشيك على كل الأجهزة السمارتاجة اللي موجودة حواليك وطبعا يا جماعة أنا قاعد مرتاح جدا أنا علشان خاطر مفيش حد بيتابعني ولا بيريبني عشان أنت بس بالستوديو أنمانش عارفين إحنا برا الله ينتم أنت معايا ولا معايا هم حلو ماشي لا هو يا جماعة مفيش أي حاجة يعني إحنا بنحكي إحنا بحاجة للإيرتاج أو التشيب لحتى نقدر نراقب بعض بس إحنا بنحكي عن هاي التقنيات اللي ممكن تكون مقلقة للناس أو لخليل تحديدا يعني لناس تتتبعها طب إحنا كيف ممكن نعرف بعد ما إحنا شيكنا كيف إحنا ممكن نحمي أنفسنا أنه يصير علينا سباينج أو هاكينج أو حتى حدا يتراقب أي يعني يراقبنا ويتبعنا شوف أول شيء أنت بعد ما بتخلص الخطوات دي نفترض أن أنت لقيت جهاز حلو أول حاجة لو أنت شاكك بجد أن الموضوع مش سيكيور تكلم حتى تعرفه أو تتواصل مع جهة أمنية طيب دي أول خطوة حلو تاني خطوة أنا عايز أعرف مكان القطعة دي فيه فيه أوبشن بيطل عندك جنبها كده اسمه بلاي ساوند مجرد ما تعمل بلاي ساوند بيوريك مكان القطعة كمان بيفتح لك ما بتقدر تعمل تراكينج ليها طبعا أنا وصلت للقطعة هعمل لي يا مونة أقصر بتطلع بس البطارية منها مثلا أو بتقرأ لو في خطوات لها بتقوم بليكيتد مثلا براند مش معرفة أخير أنا أخذ البطارية وعطاها في جيبي وأول ما قابلها أروح تطلعها وخلاط ببطارية في حول النفسها هي الحلو أنت تعرف أنها بتاعت سهول مش بتاعتها لأنها ممكن تتعرف اسم أي شيء كيف بتو يعرف خليل أنه أنا مثلا حطيت له الإيرن؟ ما تقولش الثانية مسهلا لا أنا السؤال السؤال المهم هنا هل وأنا أنت قلت دلوقتي أن أنا أول ما لاقي الشريحة دي أطلع منها البطارية وأكسرها وأطف بريحة هل الشخص اللي مرقبني هيعرف؟ رح أعرف شوف الفكرة أن أنت أول ما عرفت أصلا أنه فتحت البلوتوث هو تبعث له بآخر لوكيشن عنده فأنت دلوقتي هو عارف أنت مثلا موجود بالإمارات حاليا في الفندق الفلاني خلص يديد بعثت عملت ديس إيبل خلص ما بقاش في أي نتفيكيشن تانية هتوصله بس آخر أبضيت اللي هو ساعة ما أنت فتحت البلوتوث وعملت يعني أنا بمجرد أن أشوف خليل اختفى وبطل يتحرك بعرف أنه هو دمر الإيرتاج تبعاً أكزاكلي أمتاز لا بس هو الفكرة كلها أن الشريحة لازم تبقى جانب الموبايل لكن الشخص ممكن يبقى في أي حتة على الكوكب آه هي الفكرة أن أنت افتح بلوتوث أنت مثلا فتحت البلوتوث على مدار 120 متر أنا وانت عاديم مع بعض وحطني الشريحة بقدر تشوفني ممتازم لو أنا سفرت وفتحت أنا بأي أندرويد تاني البلوتوث بتقدر مجرد ما الشريحة دي طلقت بلوتوث من أي جهاز تاني تتفعل عندها اللوكيشن نحن على كده بقى نرجع تاني لليو اس بي أضملك وأضملك في العربية عشان لمتغرش البلوتوث مونة إحنا هلقا نحكي عن كل هاي التفاصيل الخطيرة ولكن لو بنا نطلع عليها بطريقة إيجابية شوي الأطفال اليوم كلهم يعني معاهم السمارت فونز والتابلس والقصص نطلع نصف الكأس الممكن بالضبط إحنا ممكن عن جد نستفيد منها لحتى نحمي ممكن أطفالنا أو حتى نحمي أغراضنا مثلا بس يا في حاجات كثيرة تتطورة عن القطع دي بس القطع دي كسيكيور أن أنت بتبقي عارفة مصدرها عارفة البراند بتاع السيريال تاج الحاجات دي بتبقي أمان الناس اللي هي حبة تأذي غيرها بتستخدم الموبايلات مباشرة ما بيعرفوش إن فيك قطعة بتبقى احتياطي مع الطفل مبدأيا نعرصوا هلا بدا الناس الكويسيوس اللي بتابع يعني مونة أول حاجة شكرا جدا أن أنت قلت لنا أول حاجة نحلها إزاي وشكرا أن أنت عرفت الناس على القطعة دي والسيدات اللي بتتفرج علينا ما تعملوش كده يا جماعة غير مع أولادكو شكرا جدا لي كمانا والأي حد بينسى مفاتيحه أكيد ضروري شكرا جدا ليكو شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا